اتهام منظمة العفو الدولية السلطات المغربية باختراق هواتف ناشطين مغاربة يتفاعل مع تأكيد المنظمة والناشطين عمليات التجسس فرغم رفض السلطات المغربية ما ورد في تقرير المنظمة بشأن استخدام برمجية لشركة NSO الإسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي أعلن ثمانية ناشطين آخرين في بيان لهم استهدافهم بواسطة البرنامج الموقعون على البيان وهم سياسيون وحققيون وصحفيون بينهم أبو بكر الجامعي وفؤاد عبد المومني والمواطي منجب ومسؤولون في جماعة العدل والإحسان رافضوا ما وصفوها بمحاولة السلطة المغربية التنصلة من مسؤوليتها عن التجسس على مجموعة من المعارضين كما أعلن الناشطون أن إدارة واتس أب أخبرتهم في بداية شهر نوفمبر الماضي باكتشاف تعرض هواتفهم للاختراق بهدف التجسس عليهم وانتهاك حقهم في الخصوصية وأضافوا أن إدارة الشركة تواصلت معهم بشكل فردي هذا التواصل وفق الناشطين تزامن مع صدور تقرير منظمة العفو الذي يؤكد ما سبق وأعلنته إدارة واتس أب بشأن استعمال سلطات دول عدة بينها المغرب والإمارات والبحرين برنامج بيغاسوس الذي طورته الشركة الإسرائيلية للتجسس الناشطون أعلنوا أنهم أوضعوا شكوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية في الرابع عشر من نوفمبر من السنة الماضية تتعلق بطلب فتح تحقيق في الموضوع لكنهم لم يتلقوا أي جواب فيما يخص مآل الشكوى حتى الآن من جانبها ردت منظمة العفو الدولية على السلطات المغربية واتهمتها بشن هجمات على مصداقيتها معتبرة أن ما وصفته بحملة التشهير الموجهة إلى فرعها في الرباط تؤكد عدم تسامح هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان